اشتركوا في القناة حدود المدة المؤهلة وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بعرض الرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس النواب بشأن جوازات السفر ومشروع قانون بشأن الميزانية العامة ومشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وإحالتهم إلى اللجان المختصة وفي ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا فهذا القانون المهم وإن جاء متأخر إلا أنه راح ينصف الكثيرين من أبناء البحرين العاملين في القطاع الخاص وذلك بمنحهم حق شراء السنوات الافتراضية أسوة بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العسكري طبعا مما لا شك فيه هذا راح يحفز الأبناء الوطن على العمل والانخراط في القطاع الخاص وطبعا بيخفف العب على الانتظار الطويل للوظيفة الحكومية وهذا القانون جاء في إطار توحيد المزايا التأمينية لجميع الصناديق اشتركوا في القطاع